تقعد يعيني بقى تقولك وإحنا فين إحنا من الدولة الفلانية؟ ولا إحنا عن روح فين إحنا جنبه؟ لا ده هم اللقتي اللي يروحوا فين جنبنا دول اللي انتو بتكلموا عليها اللي حققت خطوات سبتة في الاستثمارات في العالم إحنا النهاردة أقدر أقولكم بأريحية شديدة إحنا مش أقال منهم بالعكس لأن إحنا عندنا إمكانيات وطاقات أعلى منهم وعندنا موارد كتير أكتر منهم وعندنا قدرة أعلى على الاستثمار السياحي إحنا عندنا جميع ألوان الطفل السياحي موجودة في مصر فإحنا عندنا مناحكة هيقوله بقى فيروس هيقوله مش عارفة إيه إحنا بس علينا العقلاء أنه نتخير الخبر ونتحرى الخبر صحيح وقبل ما ننقله على الجروبات وعلى الواتساب كله بيعمله يعني كل العالم بيعمله ده جذب الاستثمارات ده في كل بلد في الدنيا بتحصل وحاجة بقى تانية مهمة إحنا كمان عندنا المرة قابلت دكتور سويسري عايش في أسوان فاستغربته جراح جراح مخ هو ومراته فسألته يعني كنا في نفس التور كده فسألته قال لي ده أنا عايش هنا يعني إحنا كنا في تور قال لي بس أنا عايش هنا بقى لي سنين وبروح أعمل عمليات بتاعتي وبرجع على أسوان لأنه فيها محميات طبيعية قال لي بقى أنتو عندكو لأ لي حاجة جميلة أو يا مونة قال لي مصر فيها إيه؟ فيها الجو حلم يعني قال لي الجو أول حاجة حلم طبعا عندكو الميا عندكو الشمس عندكو النيل عندكو الزرع الأشجار والنخل فأنتو عندكو كل حاجة حلوة أحلى مكان ممكن إدعيش في السويسرا مش بيزعيش في بلد صعبة أسألك السؤال بالعكس يا مه معليش عشان نسهل على نفسنا والناس هو فيه إيه مش موجود عندنا في مصر بالزبط ولا حاجة سياحة دينية سياحة ثقافية سياحة تردينية سياحة غطس سياحة كل أنواع السياحة موجود نقدر نعني في مصر أرض ممهدة تماما أرض صالحة تماما أرض مسمرة تماما أي استثمار هيتحط في الأرض دي هيكبر وهيطرح وهو هيكون مكسب مشترك لنا إحنا كمصر أولا ثم للمستثمر اللي جاي طبعا وده حقه وشيء طبيعي فيعني إلعبوا غيرها والناس وعيا بالزبط الناس وعيا وفاهمها كويس ويعني حاولوا تطوروا نفسوكوا شوية